بسم الله الرحمن الرحيم 14 نوفمبر من كل عام هو يوم السكري العالمي حاب أوجه لكم بعض النصائح وبعض الأرقام والإحصائيات عن هذا المرض وقبل ما نحكي عن هذه الإحصائيات لازم نعرف أن مرض السكري هو مرض مزمن وهو مرض تعايشي كل مريض سكري يجب أن يتعامل مع هذا المرض كصديق وأن لا يتعامل معه كعدو لأنه في الآخر إحنا اللي راح نكفع التمن مرض السكري زي ما قلت هو مرض مزمن ينتج عن نقص في إنتاج هرمون الإنسولين من البنكرياس أو عدم إنتاج الإنسولين في البنكرياس ويعتبر نوعين اللي هو النوع الأول ويمثل 10% من مرض السكري وعادة ناتج عن خلل في البنكرياس أما النوع الثاني السكري من النوع الثاني اللي بمثل 90% من مرض السكري اللي هو ينتج عن عوامل مختلفة منها الوراثة وخلل في السلوك الغذائي أو ربما تكون عوامل نفسية وعوامل أخرى تسبب مرض السكري من النوع الثاني خلينا نحكي لكم عن ما تحدثت به منظمة الصحة العالمية لعام 2021 إنه بيعاني من مرض السكري على مستوى العالم 420 مليون شخص والعدد في تزايد تضاعف العدد أربع مرات عن عام 1980 وهذا طبعا نتيجة ترك معظم الناس في العالم لممارس الرياضة وتناول الوجبات السريعة والخلل في الأنظمة الغذائية سبب تفشي هذا المرض بالذات السكري من النوع الثاني حسب منظمة الصحة العالمية هو زيادة السمنة وقلة النشاط الرياضي زيادة الوزن والسمنة عند الأطفال والمراهقين سنهم من 5 إلى 19 سنة ارتفع من 4% عام 1975 إلى 18% عام 2016 على الصعيد العالمي زادت حالات الوفيات بسبب داء السكري بنسبة 70% ما بين عام 2000 إلى عام 2019 يشكل السكري أحد الأسباب الرئيسية لألعمى والفشل الكلوي والسكتات الدماغية وبطر الأطراف السفلة على الصعيد العالمي تفشل النظم الصحية على تشخيص ومعالجة مرض السكري وتقديم الرعاية لهم حسب ما تحدثت به منظمة الصحة العالمية كوفيد 19 أو 19 وباء كورونا أظهر للأسف ضعف مرض السكري تحديدا أمام مواجهة هذا الفيروس بالذات الناس اللي مش بحافظوا أو لا يحافظوا على أنفسهم وهناك أرقام أيضا مش الهدف منها إرعاب مرض السكري ولكن الهدف منها أنه مريض السكر ياخد باله كويس من ما سيحدث له في المستقبل في حالة إهماله للعلاج والرعاية خلال 24 ساعة فقط 4111 مريض سكري يتم تشخيصهم 614 شخص بموت يوميا من مرض السكري 66 مريض خلال 24 ساعة يصابوا بالعمى 122 شخص عالميا يصاب بالفشل الكلوي 225 حالة بتر تحدث خلال 24 ساعة لمرض السكري كل 30 ثانية يحدث مشكلة بالقدم السكري بعد هذه الأرقام والكلام الهدف منه ليس ترعيب مريض السكري ولكن عشان ياخد باله كويس ما هي الحلول؟ الحلول تنقسم إلى قسمين حلول يجب أن تتحملها الحكومات والجمعيات المتخصصة وحلول يجب أن نحن نتحملها كأفراد الحلول من الحكومات تطوير أنظمة الرصد وتعزيزها من أجل تحديد داء السكري وأيضا تطوير هذه الأنظمة الصحية كوقاية وكعلاج الترويج من خلال المؤسسات الدولية ومن خلال الحكومات ومن خلال الجمعيات في الحكومات والدول المختلفة الترويج للأنماط الغذائية الصحية والنشاط البدني المنتظم وتجنب التدخين من خلال حملات تثقيفية ليس موسمية فقط ولكن على مدار العام العمل مع القطاعات ذات الصلة من أجل معالجة العوائق التي تحول دون اتباع نظام وأنظمة صحية أما الحلول التي يتوجب على كل شخص للوقاية من مرض السكري أول شيء النظام الغذائي الصحي واتباع والعودة إلى الطبيعة من خلال تناول الخضروات والفواكه الصحية والأنظمة النباتية وأيضا الإبتعاد قدر الإمكان عن الأغذية المصنعة والمشروبات السكرية والمشروبات الغازية المليئة بالسكر الأبيض والأنظمة الغذائية الغنية بالألياف لأنه الموجودة في الفواكه والخضروات بشكل أساسي والحبوب الكاملة مثل تناول قمح الكامل هذه وجود الألياف يساعد على الوقاية من مرض السكري وتقليل الكوليسترول الضار بالجسم وإعاقة امتصاص الأطعمة الدهنية والكوليسترول والشعور بالشباع مما يساعد في وزن صحي أيضا ممارسة الرياضة فمراسة الرياضة تساعد على إنقاص الوزن والحد من الإصابة بمرض السكري من نوع الثاني وزيادة حساسية الإنسولين مما يجنبنا الإصابة بمرض السكري تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكربوهايدريت الضارة أو السكريات البسيطة الضارة مثل الخبز الأبيض والأغذية القليلة بالألياف من أمثلة الخبز الأبيض المعجنات المكرونة المصنعة من الدقيق الأبيض العصائر الفواكه المصنعة الوجبات السريعة كل هذا تساعدنا في ابتعاد عن شبح مرض السكري الذي هو أشبه ما يكون بوباء أيضا الابتعاد عن التدخين قدر الإمكان الذي يساعد أيضا تجنب الإصابة بمرض السكري التخلص من الوزن الزائد وتجنب الحميات الغذائية العشوائية مثل الرجيمات القاصية رجيم الكيتو ورجيم العشوائيات الذي يضر بجسم الإنسان لأن جسم الإنسان يحتاج بشكل أساسي إلى كربوهايدريت معقدة ويحتاج إلى من نسبة 55% إلى 60% يحتاج أيضا إلى دهون بنسبة 30% و 15% بروتين فالتنوع الغذائي حتى لمريض السكري مطلوب وللإنسان الطبيعي هذه نصائح عامة للأشخاص للوقاية من مرض السكري وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تصل هذه الرسالة لكل المشاهدين وبالنسبة لمريض السكري يجب أن يتعايش مع هذا المرض وبإمكانه أن يعيش حياة سليمة وخالية من المضاعفات إذا بالفعل أصبح مرض السكري مريضا له ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم دوام الصحة والعافية الدكتور محمود عبداللطيف الشيخ علي مدير مركز ابن النفيس فلسطين